رئيس السيسي يؤكد لرئيس المجلس الأوروبي أهمية تفعيل المصاري السياسي والحوار السلمي في السودان الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ويؤكد تشجيع جهود إيجاد حل سياسي شامل ومستدام يحافظه على وحدة اليمن تواصل انعقاد اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني لاستكمال تجهيزات بدء الحوار المقرر انطلاقه في الثالث من مايو التاسع مساء بتوقيت قاهرة السابع بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التليفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأوروبي الشارل ميشيل تناول الاتصال وعدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين خاصة تطورات الأوضاع في السودان حيث أعرب رئيس المجلس الأوروبي عن بلغ القلق تجه الأوضاع المتدهورة وتأثيرها على المدنيين والجاليات الأجنبية مشيرا إلى همية دور مصر لدفع جهود توصلي إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة الأوضاع في السودان من جانبية أكد رئيس السيسي دعم مصر الكامل للشعب السوداني الشقيق في الأزمة الخطيرة التي يمر بها وعرض مستجدات الجهود التي تطلع بها مصر لخفض التصعيد والتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار والاتصالات التي تقوم بها في هذا الشأن مع الأطراف الفاعلة إقليميا ودوليا وفي هذا السياق أكد رئيس السيسي أهمية تكثيف الجهود لتفعيل المسار السياسي والحوار السلمي بما يدفع في اتجاه عودة الاستقرار والأمن ويراعي المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية رشاد العليمي وقال المتحدث باسم الرئاسة أن رئيس مجلس القيادة اليمني أطلع الرئيس السيسي على مستجدات المشهد اليمني وجهود التوصل لحال سياسي للأزمة اليمنية مؤكدا تقدير بلاده للموقف المصري الداعم للشعب اليمني استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء الأخوية بين السيد الرئيس ورئيس مجلس القيادة اليمني شهد قيام الدكتور رشاد العليمي بإطلاع السيد الرئيس على مستجدات المشهد اليمني والجهود الجارية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية من جانبه أكد السيد رئيس قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين والموقف المصري السابت إذا أدعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية وسلامة مؤسساتها الوطنية وتشجيع كافة الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي شامل ومستدام بما يحافظ على وحدة البلاد وتماسك مؤسساتها الشرعية يواصل مجلس أمناء الحوار الوطنية عقد اجتماعه لاستكمال تجهيزات بدء الحوار المقرر انطلاقه يوم الثالث من مايو القادم وكان المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان قد أوضحها بأن هذا الانعقاد يأتي في ظل الأزمة الكبيرة التي يعانيها السودان الشقيق وانشغال الرأي العام المصري بها وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميا ومعالجة آثرها العديدة مراحل النهائية للتحضير قبل انطلاقه مباشرة والمواعد بتاع الانطلاق يمكن تقرر بالفعل وفي تقدمات واسعة حصلت في كذا مساحة يمكن كل حاجة تخص هيكل الحوار أجندة الحوار المشاركين بتخلص بشكل نهائي النهاردة يمكن متبقي أسماء النهائية للمشاركين وعلى جنب تاني يمكن لقينا استجابة رئاسية من أول مطلب يطلع من مجلس الأمناء بالأمر الخاص بمد فترة الإشراف القضائي على الانتخابات فبالفعل في تطورات ونتائج ملموسة حصلت في حاجات تتحققت والحوار لسه من حصلش بمعنى انه مجرد الناس بتعود مع بعضها دا إنجاز مجرد الناس تتناقش في قضايا لم تكن بتتناقش فيها دا إنجاز مش الأفراد اللي هم 19 بتعود لمجلس الأمناء زي المنسق العام وليس الأمنة الفنية لا أنا بتكلم هنا على القوى السياسية المختلفة لم حدتش كان بتكلم في السياسة لفترة طويلة بسبب التحديات الكثيرة ومنها الإرهاب وبالتالي حينما يجلس الناس ويتناقشون ويتبادلون الأفكار ويحتدون في النقاش ثم يصلون إلى نقاط وسط فده في حد ذاته شيء جيد وللمزيد معنا من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر مراسل التلفزيون المصري إلى هناك باسم أبو العنين باسم أطلعنا على أحدث ما لديك بشأن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني مساء الخير على حضرتك بالفعل المرضى في الجلسات المنعقدة اليوم كان على مدار الساعات استمرت الجلسات التنسيقية المستمرة على قدم وساق وبشبه لا توقف تمهيدا لانطلاق جلسات الحوار الوطني إن شاء الله يوم الثالث من شهر مايو المقبل بدعوة ورعاية من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة القوى السياسية الوطنية المختلفة أجندة نقدر نقول إنها عامرة بملفات إقليمية وملفات دولية لها صلة مباشرة بالشأن المحلي فضلا عن تناول المحاور الأساسية لضروريات العمل الوطني نقدر نقول إن أبرز المحاور التي سيناقشها هي ثلاثة محاور المحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي ويأتي في المقدمة المحور السياسي وهذه المحاور الثلاثة الكبرى ينبرج تحتها مئة وخمسة عشر موضوعا ستتم مناقشتها خلال فترة الإنعقاد أيضا هناك أكثر من مئتين ألف مقترحة تم دراستها بشفافية شديدة على مدار عام كامل من مجلس الأمناء وعدم إخفال أي مقترح منها مئتين ألف مقترح تم دراستها بعناية شديدة من جميع القوى السياسية التي طرحت أفكارها بمنتهى الشفافية وقبلت بترحاب واهتمام بالغ من مجلس الأمناء برضو هنقدر نتكلم على زي ما ذكرنا في مداخلة سابقة النهاردة إن من أهم القضايا التي ألقت بظلالها على اجتماعات المرحلة قضية النزاع المسلح في السودان الشقيق وإصرار الدولة المصرية على ضرورة إنهاء هذا الصراع المسلح بشكل سلمي بين الأشقاء في السودان وأيضا ضلوع الدولة المصرية بدورها فيما ترتبع عليه هذا النزاع في السودان من إجلاء المصريين العليقين من أبناء الجالية المصرية في السودان وأيضا توفير ملاذ آمن للعابرين من جنسيات أخرى التي اضطرتهم ظروف النزاع المسلح في السودان إلى النزوح إلى أرض مصر الآمنة لتكون معبر لهم إلى بلدانهم سالمين بإذن الله مرسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين كنت معنا من مقر الأكاديمية الوطنية لتدريب مدينة السادس من أكتوبر شكرا جزيلا لك وصلت دفعة جديدة من المواطنين المصريين من السودان إلى مطار شرق القاهرة بعد أن نجحت السلطات المصرية في إجلائهم وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية استمرار الكنسوليات المصرية في السودان في جهودها لإجلاء المواطنين المصريين وضحا أنه تم إجلاء 1140 مواطن مصريا اليوم ليبلغ عدد من تم إجلاؤهم من المصريين في السودان 2679 مواطنا حتى الآن تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي يوصل معبر أرقين خدماته لتسهيل عبور المصريين العائدين من سودان بالإضافة لرعاية الدول الشقيقة وللمزيد ينضم إلينا مراسل تليفزيون المصري رامي محمد من أمام معبر أرقين رامي بعد التحية أطلعنا على آخر المسجدات لدعيك الآن تحياتي لك ولكل متابعين من معبر وميناء أرقين البري الحدوري حيث لا تزال عشرات الحافلات تتوافد على المعبر والميناء من الأراضي السودانية ليتجاوز عدد هذه الحافلات أكثر من 300 حافلة ويتجاوز أيضا معها أعداد الوافدين إلى هذا المعبر إلى أكثر من 9 ألاف وافد من المصريين والسودانيين وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى ومن الدول الشقيقة التي نسقت وزارات الخارجية بها مع وزارة الخارجية المصرية وتأتي هذه الجهود بعد تواصل وجهود كبيرة من قبل أجهزة الدولة المصرية والوزارات والمؤسسات ومن بينها وزارة الخارجية التي تعمل بشكل مستمر ومتابعة مع السفارة المصرية بالخرطوم وأيضا قنصلياتي الخرطوم وبور سودان المصرية ومكتب القنصر بمدينة وادي حلفة التي تبعد أكثر من 60 كيلو متر من هذا الموقع الذي يتواجد به الآن معبر وميناء أرقين البري الحدودي ولو تحدثنا عن ساعة هذا المعبر والميناء التي وصلت إلى 300 حافلة بالفعل امتلأ هذا المعبر ولازال يستمر في استقبال الكثير من الحافلات من الوفدين من الأراضي السودانية ولو أيضا تترقنا إلى المشهد الغالب والمشهد المهم هنا منذ اليوم الأول في استقبال المصريين والسودانيين وغيرهم من الوفدين من الأراضي السودانية هو مشهد الإنساني بشكل كبير المساعدات الطبية التي تقدم من الهلال الأحمر المصري في شكل خدمات مختلفة نتحدث عن إسعافات أولية نتحدث عن مساعدات طبية كبيرة للحالات الحارجة أيضا نتحدث عن الوجبات التي تقدم إليهم ونتحدث عن الجانب الأكبر هو الدعم النفسي والاتصال الأسري بأسرهم سواء في السودان أو في مصر أو في غيرها من الأماكن أيضا من بين هذه الأدوار التسهيل الخاص بالمصريين وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى والسودانيين من الأوراق وأيضا تأشيرات والتوثيق للمكاتب الخاصة بالمعبر ولو تحدثنا أيضا عن الخدمات الخاصة بالإسعاف هنا أيضا لكافة المواطنين خدمات كثيرة تفعلها مصر عبر بوابة ومعبر وميناء أرقين البري في استقبال الوافدين والقادمين من الأراضي السودانية وأيضا بحسب الكثير من التقديرات الخاصة بهيئة المواني البرية والجفة أن الأعداد تجاوزت العشرة ألاف من الوافدين وبحسب أيضا وزارة الهجرة والكثير من التقديرات التي تشير أن هناك في العاصمة الخرطوم أكثر من عشرة ألاف مصري من بينهم خمسة ألاف من الطلاب وهم الفئة الغالبة من الوافدين إلى المعبر معبر أرقين هم من الطلاب المصريين الذين يدرسون في السودان هذا هو المشهد بشكل عام نتحدث عن استقبال ولزال المعبر في أغلب الأوقات حتى إذا أغلق من الجانب السوداني في فترات من اليوم على مدار الساعة على مدار اليوم الأبواب المصرية أو أبواب معبر أرقين بشكل خاص مفتوحة أمام الوافدين وأيضا مشهد المساعدات الإنسانية المشهد الإنساني بشكل كبير مؤثر هنا سواء مساعدات اجتماعية إنسانية وأيضا طبية من الهلال الأحمر المصري وأيضا لو تحدثنا عن الجنسيات الأخرى هناك توفد كبير وأفواج تمثل العديد من الدول التي قامت بالتنصيق مع السلطات المصرية والسودانية وأخيرها فوج ووفد قادم من دولة جنوب إفريقيا إلى المعبر معبر أرقين البري الحدودي هذا هو المشهد هنا عودة لكم نعم مراسل التليفزيون المصرية رامي محمد من أمام معبر أرقين شكرا جزيلا لك ذكرت وزارة الخارجية أنه تم نقل أعضاء البعثة الدبلوماسية وكنسولية والمكاتب الفنية التابعة للسفارة المصرية من الخرطوم في إطار عادة تمركزها في موقع آخر بالسودان حتى تتمكن من ممارسة أعمالها ومتابعة عمليات تنفيذ خطة إجلاء المصريين بالسودان وفقا لما تقتضيه الظروف وأوضحت الخارجية أن أجهزة الدولة المعنية مستمرة في تقييم الوضع الأمني في السودان على مدار الساعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لعمليات إجلاء المواطنين بما يضمن إعادتهم إلى أرض الوطن بشكل آمن قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير أسامة عبدالخالق قال إن مصر حريصة على حقن دماء الشعب السوداني الشقيق وخلال كلمته في مجلس الأمن أوضح عبدالخالق أن مصر تعرب عن الأمل في وقف العدائيات واللجوء إلى الحوار في السودان مؤكدا أن استمرار الاشتباكات المسلحة في السودان مدعاء للقلق وخلال الكلمة أضاف عبدالخالق أن مصر تشدد على ضرورة الوقف الفوري والعام والشامل لإطلاق النار بداية تعرب مصر عن تضامنها التام والكامل مع الشعب السوداني الشقيق في أزمته الحالية والتي تفاقم من الأزمات المركبة والمتتالية التي عانى منها السودان على مدار سنوات عدة وتؤكد مصر استعدادها الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم للخروج من الأزمة الراهنة والعودة بالسودان إلى مصار التهدئة والحوار السلمي حقنا لدماء الشعب السوداني الشقيق وما تعرب مصر عن بالغ أسفها لسقوط ما يتجاوز المئات من الضحايا والمصابين جراء الاشتباكات المسلحة في السودان وأكثرهم من المدنيين من الشعب السوداني الشقيق إن استمرار المواجهات المسلحة والخرق المتكرر لإعلانات وقف إطلاق النار مدعاة القلق العميق حيث يعرض ذلك حياة المدنيين السودانيين ومواطن الدول الأجنبية المقيمين في السودان إلى الخطر ويؤدي إلى تظهر متسارع للأوضاع المعيشية الصعبة في السودان ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني دعوة بصر للتهدئة في السودان وجهود الدولة في إجلاء المواطنين المصريين من السودان وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني طلعت عبدالقوي إن المجلس يؤيد مبادرة الرئيس السيسي لأن تكون هناك تهدئة في السودان استقرار السودان جزء من استقرار مصر ونحن طبعا بنشيد بتدخل الرئيس عفتاح السيسي بشأن قضية السودان وبشأن الأزمة السودانية وطبعا حرصه على أنه يتم إجلاء المصريين من السودان بطريقة آمنة وأيضا عدد من الرعاية من الدول الصديقة أيضا نحن ندعو في مجلس أمناء ونؤيد رؤية الرئيس في أن يكون هناك تهدئة وفي هناك حوار بين القوى المتنفسة والقوى التي بينها وبينهم بعض مشاكل نتمنى أن هذا يتم في أخرى بوقت ممكن اتهم جيش السوداني قوات الدعم السريع بخرق الهدنة المعلنة أمس ولمدة ثلاثة أيام وأوضح الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع قصفت بشكل عشوائي محيط القيادة العامة وأطلقت نيرانها في المناطق المحيطة بمطار الخرطوم وحي المطار السكني ومناطق في بحري وأم درمان على صعيد آخر قالت وزارة الداخلية السودانية أن قوات الدعم السريع اقتحمت خمسة سجون من بينها سجن كوبر في العاصمة الخرطوم حيث كان يجرح تجاز الرئيس السابق عمر البشير ومسؤولين كبار آخرين وأنها أطلقت سراحة جميع النزلاء هذا وأوضحت القيادة العامة للجيش السوداني أن البشير لا يزال في مستشفى عسكري تحت حراسة الشرطة القضائية التي كان قد نقل إليها قبل بدء المواجهات قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهنوم قال إن 16% فقط من المرافق الصحية تعمل في السودان مضيفا أنه يتوقع المزيد من الوفيات في السودان في ظل نقص الخدمات يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الهلال الأحمر السوداني أن المستشفيات تعاني بسبب شح الوقود وأن الوضع أصبح كارثي وأضاف الهلال الأحمر السوداني أن الهدنة هشة وأن المصارات الأمنة غير واضحة ولا معلومة كما أشار إلى أن حركة النزوح من الخرطوم مستمرة وأن سلاسل الإنتاج متوقفة ونشهد الهلال الأحمر السوداني طرفي النزاع للتزام بالقانون الإنساني الدولي هذا وتتواصل عمليات نقل جاليات والبعثات الدبلوماسية من السودان حيث تم إجلاء نحو 1687 شخصا من أكثر من 50 دولة على متن سفينة متجهة إلى مدينة جدة السعودية وذلك في أكبر عملية إجلاء من نوعها تنفذها المملكة حتى الآن كما أعلنت الخارجية السعودية أن المملكة أجلت اليوم من السودان مئتين وثلاثة أشخاص منهم خمسة سعوديين بينما أعلنت ألمانيا اكتمال مهمة الإجلاء من السودان مشيرة إلى أنها ساهمت في نقل أكثر من 700 شخص خارج السودان من بينهم مئة مواطن ألمانية وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن البلاد أجلت 301 شخص جوا من السودان وتأمل في استكمال ثماني رحلات إجلاء بنهاية اليوم الأربعاء مع وصول أول مواطنين تم إنقاذهم لمطار بلندن وأعلنت الصين من جانبها إجلاء أكثر من 300 صيني إلى الدول المجاورة مشيرة إلى أنها تعمل على إجلاء نحو 800 صيني من السودان وما زالت نشرة التاسعة مستمرة وتتابعون فيها الولايات المتحدة وفرية الجنوبية تقرران إنشاء مجموعة استشارية نووية مع الولايات المتحدة للتعامل مع أي استفزازات رحب البيت الأبيض بمكالمة هاتفية بين الرئيس الصيني تيجانبينغا ونظره الأوكراني بولادمير زيلانسكي وخلال تصريحة صحفية قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن المكالمة كانت أمرا جيدا مضيفا أنه لا يعرف ما إذا كانت المكالمة ستؤدي إلى تحرك ذي مغزى نحو السلام أم لا رحب الاتحاد الأوروبي بالمحدثة التي جرت بين الرئيس الصيني تيجانبينغ ونظره الأوكراني بولادمير زيلانسكي وقال الاتحاد الأوروبي إنه من الجيد أن المكالمة بين الرئيسي زيلانسكي وشيجانبينغ تمت أخيرا وأن قنوات الاتصال مفتوحة أجرى الرئيس الصيني شيجانبينغ اتصالا هاتفيا مع نظره الأوكراني بولادمير زيلانسكي وأكد الرئيس الصيني ليزيلانسكي أن التفاوض هو السبيل الوحيد للخروج من النزاع في أوكرانيا وأضاف بينغ أن الصين تقف دوما إلى جانب السلام في الأزمة الأوكرانية وموقفها الأساسي يتمثل في الحث على السلام والتشجيع على المحادثات لافتا إلى أن التطور المعقد للأزمة الأوكرانية له تأثير كبير على الوضع الدولي وعقب الاتصال الأول بين الرئيسين الصيني والأوكراني أعلنت بكين عزمها إرسال وفد إلى كيف للبحث عن تسوية سياسية للأزمة من جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية أنها تلاحظ استعداد الصين لانقراط في عملية السلام في أوكرانيا واتهمت الخارجية الروسية أوكرانيا بتقويد مبادرات السلام برغضها الحوار مع موسكو بعد الاتصال الأول بين الرئيسين زيلانسكي وشيجنبينغ مشيرة إلى أن السلطات الأوكرانية ودعمها الغربيين أظهروا قدرتهم على تقويد مبادرات السلام أكد رئيس الوزراء الأوكراني ديناس شميهال أن الهجمات الروسية بالقرب من محطة الطاقة النووية في سبوريجيا وسيطرتها عليها وتحويلها إلى قاعدة عسكرية يعرض العلم لخطر كارثة جديدة قد يتجاوز حجمها الحادث الذي وقع في محطة تشيرنوبل وشدد رئيس الوزراء الأوكراني على أن نزع السلاح من محطة زبوريجيا للطاقة النووية والعقوبات المفروضة على الصناعة النووية الروسية بأكمالها يجب أن تكون الخطوة الأولى في هذا المصر أكذا مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في جينيف جيندي جاتيلوف أنه لم يتم إحراز تقدم حقيقي لحل قضايا التي أثرتها موسكو بشأن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود والذي من المكرر أن ينتهي أجل العمل به الشهر المقبل وأوضح جاتيلوف في مقر البعثة الروسية الدائمة في جينيف أن موقف روسيا من تمديد الاتفاق لم يتغير وتقول موسكو أنها لن توافق على تمديد ما لم يقم الغرب بإزالة العراقيل التي تعيق الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف على أنه لم يعد من الممكن إيقاف التحول إلى عمليات التسويات بالعملات المحلية التي تتجاوز الدولار وعشان لفروف إلى أن دولارة الاقتصاد العالمي تفيد أطرافا دولية دون أخرى وأوضح لفروف خلال مؤتمر صحفي عقب زيارة لنيورك في إطار رئاسة موسكو لمجلس الأمن الدولي أن الأمريكيين بدأوا عملية إزالة الدولارة بأنفسهم وذيفا أنه يجرى الآن تحليل هذه العملية بشكل خاص من قبل المحللين السياسيين والاقتصادين الأمريكيين بقلق عميق وقال لفروف أن مستقبل النظام المالي العالمي للعملة بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لم يتضح بعد حذر الكريملين من أن روسيا قد توسع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا ويأتي ذلك غدت توقيع رئيس روسي بلادمير بوتين لمرسوم وفق فيه على الاستلاء على مجموعتين فارتم ويونيبر وقال الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف لصحفيين أنه إذا لازم الأمر فقد أن وسع قائمة الشركات وتستهدف التوسعات وإنشاء صندوق تعويضات لتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج وصل إنتاج روسيا من الغاز الطبعي في الربع الأول إلى 149 مليار متر مكعب انخفاض بلغى لسبته 14.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وأظهرت بيانات نشرتها هيئة الأحصاء الوطنية الروسية انخفاض إنتاج الغاز الطبعي المسال 82.8% شهر الماضي على أساس سنوي إلى 2.9 مليون طن لكنه ارتفع 13.5% عن فبراير قدم ألمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيرش اقتراحا من أجل إتاحة تمديد الاتفاق الخاص بصادرات الحبوب الأوكرانية وسلم جوتيرش وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف رسالة إلى الرئيس فلاديمير بوتين تحدد خطوط طريق تم اقتراحها من أجل تحسين وإطالة وتوسيع الاتفاق الذي سمح منذ يوليو الماضي بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود رغم الصراع لا تزال تداعيات الأزمة الأوكرانية بكل أبعادها تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي خاصة أسعار الغذاء هنا في المجر كانت تأثير بشكل آخر حيث تسببت أزمة تصدير الحبوب الأوكرانية في تكدس المحصول مما دفعها للبيع بأسعار أرخص لدول الجوار مما أثر على المزارع المجري فالعملية العسكرية الروسية جعلت من الصعب على أوكرانيا شحن نفس القدر من الحبوب والبزور الزيتية عبر موانيها في البحر الأسود مما أدى إلى تحرك كميات كبيرة عبر أوروبا الشرقية على متن شاحنات وقطارات الاتحاد الأوروبي أعفى الحبوب الأوكرانية من الضرائب الجمركية سعياً لفتح مصارات للمساعدة في تسهيل عبورها مما أصار انتقادات بين المزارعين المحليين للمنافسة غير العادلة لم يكن التجار يبحثون عن الضراء المجارية لأنهم لم يكنوا متأكدين من جودتها كما أن المنتاجات المجارية أغلى ثمنة ونظراً لبديل أرخص فقد لجأوا إلى الخيار الأكثر فعالية من حيث التكلفة السوق الأوروبي ليست مكتفي ذاتياً في الضراء لذلك كانت الضراء الأوكرانية موجودة تقليدياً هناك السؤال هو ما إذا كانت الطرق اللوجستية ستذهب أبعد من مجال الانتاج المجارية أم أن شيئاً منها سيتوقف هنا الواردات الأوكرانية غيرت الوضع لأنها جاهزة للبيع بأي سمن لقد أصر ذلك على عملي بشكل سيء لا أستطيع أن أقول أن هناك خسائر لأنني في البداية بعت بشكل جيد نسبياً لكنني خسرت أرباحاً مقابل الكثير من المال البيانات الصادرة عن وزارة الزراعة الأوكرانية تظهر أنه منذ بدء الصراع تم تسليم ما يقرب من 17 مليون طن من المنتجات الزراعية الرئيسية في أوكرانيا عن طريق الشاحنات والقطارات وفي وقت سابق من هذا الشهر قررت بولندا حظر استيراد الحبوب والأغذية الأخرى من أوكرانيا من جانب واحد بينما أعلنت بولغاريا والمغر وسلوفاكيا حظراً على استيراد الحبوب والأغذية من أوكرانيا أكدت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا على أن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها زاد 37% إلى مستوى قياسي بلغ سلسة ملايين طرد في عام حتى مارس الماضي أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في بريطانيا تسببت في تزايد عدد السكان الذين يعانون منها الأزمة ألقت بظلالها القاتمة على أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا حيث زاد عدد الطرود الغذائية التي وزعتها بنسبة 37% إلى مستوى قياسي بلغ سلسة ملايين طرد في عام حتى مارس الماضي شبكة ذات راسل تراست التي تدعم 1300 مركز لبنوك الطعام في أنحاء المملكة المتحدة أوضحت أن أكثر من مليون طرد غذائي جرى تقديمها للأطفال مشيرة إلى أنه على مدار عام لجأ ستونة وسبعمائة ألف شخص لأول مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها وقد شمل ذلك أيضا زيادة غير مسبوقة في عدد الأشخاص الذين لديهم عمل لكن لم يعد بإمكانهم تحقيق التوازن بين دخلهم المنخفض وتكاليف المعيشة المرتفعة شبكة ذات راسل تراست ذكرت أيضا أن عدد الطرود الغذائية التي قدمتها في عام حتى مارس تجاوز ضعف الكمية السنوية التي وزعتها بنوك الطعام قبل خمسة أعوام ويعاني البريطانيون منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع تضخم الذي تجاوز زيادات الأجور بالنسبة لجميع العاملين تقريبا كما أضر قدرة البريطانيين الشرائية بشدة وعلى رغم من انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى نسبة 10.1% في مارس الماضي ووفقا للبيانات الرسمية إلا أن أسعار الأغذية والمشروبات ارتفعت بنسبة 19.1% في مارس مقارنة بمستواها قبل عام مسجلة أكبر زيادة من نوعها منذ أغسطس من عام 1977 وبحسب البيانات الرسمية فقد ارتفعت أسعار السلع البقالة بنسبة 17.13% في أبريل مما يشير إلى أن معدل تضخم في بريطانيا هو الأعلى في غرب أوروبا أشهد رئيس الأمريكي جو بايدن بالتحالف بين بلاده وكوريا جنوبية وصفا إياه بأنه رابطة غير قابلة للكسرة كذلك في كلماته خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه بنظيره الكوري جنوبي يونسو كيول وزوجاته في البيت الأبيض وأوضح بايدن أن التحالف بين البلدين ازداد قوة وقدرة على مدار السبعين عاما الماضية ومن جانبه قال رئيس كوريا جنوبي في مؤتمر صحفي أن الهدف من الزيارة يتمثل في العمل مع الرئيس بايدن على تصميم الرؤية للمستقبل المشترك للبلدين والاحتفال بذكرى تأسيس التحالف وأضف أيول أنه تم الاتفاق على إنشاء مجموعة استشارية نووية مع الولايات المتحدة للتعامل مع أي استفزازات والقيام بمنورات تحاكي طرق التعامل مع أي أزمة نووية تستعد الولايات المتحدة لإرسال غواصة نووية إلى كوريا الجنوبية لتعزيز قدرة الردع في مواجهة كوريا الشمالية وسيتم الإعلان عن نشر الغواصة المجهزة بصواريخ باليستية ذات قدرة نووية في إطار إعلان واشنطن وسيقر الإعلان رئيس الأمريكي جو بايدن ونظره الكوري الجنوبي يون ساكيول الذي يزور الولايات المتحدة حاليا قالت وزارة الدفاع الروسية إنها عينت قائدا جديدا لقواتها لحفظ السلام في ناجورنو كارباخ وكانت روسيا قد أرسلت قوات لحفظ السلام بالمنطقة في عام 2020 عندما توسطت في هدنة خلال الاجتماكات بين أرمينيا وأذربيجان لكن التوترات ما تزال محتدمة بين البلدين ذكرت وكالة تاس للأنباء أن أرمينيا قدمت شكوى لمحكمة العدل الدولية بشأن إقامة أذربيجان نقطة تفتيش عند بداية ممر لاتشن ويعتبر هذا الممر هو الطريق الوحيد الذي يربط بين أرمينيا وأقليم ناجورنو كارباخ وهو أقليم معترف به دولي كجزء من أذربيجان إلى ناغالبية سكانه من الأرمان قال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه سيتم تقديم التوقيت المتبع حاليا بمقدار ستين دقيقة اعتبارا من الساعة الثانية عشر صباحا من يوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من إبريل الفين ثلاثة وعشرين وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر القادم الموافق السادس والعشرين من أكتوبر الفين ثلاثة وعشرين وأضافوا أنه وفقا لقانون الصادر مؤخرا في شأن إقرار النظام التوقيت الصيفي ستكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة نشرت الصفحة الرسمية لتنصقية شباب الأحزاب والسياسيين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ورقة تعرفية تضمنت توصيات حول ميلة في السياحة ومواجهة شغب الملاعب وجاءت أبرز التوصيات بتشجيع السياحة الرياضية باستضافة البطولات العالمية وتشجيع السياحة العلاقية والنفسية وتشجيع السياحة الدينية وإحياء سياحة سباقات الرالي رالي الفراعنة وفيما يتعلق بشغب الملاعب فتضمنت التوصيات تحديد دور اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية ووضع قواعدة ثابتة ومعلنة للعقوبات لمدير الشغب بالملاعب تتواصل احتفالات شمال سيناء بالذكرى ال41 لتحرير سيناء وللمزيد ينضم إلينا من العريش مراسل التلفزيون المصري كريم ببرسة كريم اطلعنا على الأجواء الاحتفالية بمناسبة الذكرى ال41 لتحرير سيناء لديك تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين وكل عام والشعب المصري بخير بمناسبة عيد تحرير سيناء ربما رصدنا خلال الأمس واليوم بعض الاحتفالات الخاصة بعيد تحرير سيناء سواء بوضع قليل الظهور أو ببعض الافتتاحات التي حضرناها بالأمس واليوم ولكن إذا ركزنا أكثر على اليوم فبدأت الاحتفالية عن طريق افتتاحات أيضا خاصة ببعض القرى التي كانت تأثرة تأثر مباشر من الإرهاب سابقا ولكنها عادت إلى طبيعتها وعاد الأمن والأمان إلى هذه القرى على سبيل مثال قرية الروضة التي كنا بها اليوم ورأينا آليات التطوير داخل هذه القرية وافتتاح لمركز شباب الروضة وهذا المركز كان بها العديد من النشاطات اليوم والاحتفالات المختلفة بعيد تحرير سيناء شارك بها الأطفال والرجال والسيدات وكل من هو فيه حتى العريش بشكل عام وشمال سيناء جاءوا ليشاركوا في هذه الأنشطة اليوم وبجانب هذه الافتتاحات كان هناك أيضا يعني تنمية لبعض الحرف اليدوية والتراثية الخاصة بشمال سيناء وبساعدة أهالي الروضة وتحديدنا السيدات على إعادة إحياء التراث أو هذه الحرف مرة أخرى ثم بعد ذلك استكمل الاحتفال بعودة هامة جدا لمدينة العريش وشمال سيناء وهو مهرجان الهجن هذا المهرجان الخاص بسباق الجمال الذي يشارك فيه القبائل المصرية وغير المصرية شارك اليوم أكثر من 20 قبيلة ما يقرب من 500 شخص شاركوا بالفعل شخص وجمل في هذا المهرجان اليوم شاركة مصرية وعربية عادة بعد انقطاع 10 سنوات متواصلة بسبب بالطبع الأحداث التي كانت في مدينة العريش ولكنه عاد الآن ليرسل رسالة سلام للعالم أجمع أن شمال سيناء آمنة ومستقرة وبالعكس تماما بل هي قابلة الآن لاستقبال السياحة السياحة لا تقتصر فقط على هذا المهرجان بل أيضا لاستقبال السياحة الشاطئية وأيضا غير الشاطئية وإحياء التراث واختم بالفعل افتتاح معرض ديارنا داخل على هامش مهرجان الهجن وتمت فيها عرض جميع منتجات سيناء من ملابس سينوية خاصة وبانطراز فريد لسيناء وأيضا بعض المنتجات الخاصة أيضا بشمال سيناء مثل الزيوت وغيرها من المنتجات وخلال أيضا هذا اليوم تنقشنا مع الأهالي وكان فرحتهم كبيرة بهذا المهرجان لعودة الأهالي وعودة المصريين للعريش ربما من خلف الصورة أيضا توضح بعض الأنوار والإضاءات المبهجة نوعا ما هذه الإضاءات هي استعدادا للحفل الكبير الذي سيقام غدا في مدينة العريش هذا الاحتفال أو الحفل الكبير سيشارك فيه العديد من الأهالي والكثير من الأهالي من المحافظة وخارج المحافظة وأيضا سيقوم بإحياء هذا الاحتفال أو هذا الحفل الكنج محمد منير وأيضا الشيخ محمود ياسين التهامي لذلك هي عدد كبير من الفعاليات لا تتوقف تماما ليست المجرد يوم واحد والخامس والعشرين من إبريل ولكن مستمرة على مدار عدة أيام وبالطبع تابعنا الافتتاحات الصابقة وسنتابع على مدار الأيام أيضا القادمة باقي الافتتاحات في جميع المجالات سواء كانت صحية أو حتى خدمية أو تعليمية أو حتى رياضية كما ذكرنا اليوم مركز شباب الرضا وبالطبع سنتابع هذا الاحتفال معكم غدا ولا نعود عليكم نعم وتستمر الاحتفالات بالذكرى ال41 لتحرير سيناء من العريش مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس كنت معنا شكرا جزيلا لك تستقبل صومعة البهنسة بمحافظة المينيا مئة الأطنان من محصول القمح من المزارعين والموردين حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية ستين ألف طن قمح وتضم نظم حماية وتأمين كامل هذا هو بلغت كميات التي تم توريدها من محصول القمح في محافظة المينيا منذ بداية الموسم حتى الآن ستين ألف طن حيث إن إجمالي المساحة المنزرعة يبلغ 243 ألف فدان جهود كبيرة تبذلها الدولة من أجل توفير القمح الذي يعد سلعة استراتيجية للمواطن المصري ففي محافظة المينيا تستقبل صومعة البهنسة وهي إحدى الصوامع التابعة للشركة المصرية للصوامع والتخزين تستقبل مئات الأطنان من محصول القمح من المزارعين والموردين حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية وستين ألف طن قمح وتضم نظم حماية وتأمين كامل وتقع بالقرب من أكبر الحقول المنزرعة بالقمح في المينيا وقد تم تجيز اثنين وأربعين موقعاً تخزينياً للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين مع اتخاذ كافة التدابير لازمة لتسهيل أعمال التوريد هذا وبلغت الكميات التي تم توريدها من محصول القمح في محافظة المينيا منذ بداية الموسم وحتى الآن ستين ألف طن حيث إن إجمالية المساحة المنزرعة يبلغ مئتين وثلاثة وأربعين ألف فدان إن شاء الله الخير سادي كتير الناس اهتمت بالأمحة أو السنادي فربنا يكرمهم السنادي سواء بالنسبة للسعر أو بالنسبة لكمية المحصول وتم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم حيث تتم متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة المينيا من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشوال وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال وميرنيها شكرا لكم صحر ودينا والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التزام الحكومة بتحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة خاصة الوصول إلى فائد أولي من النتج المحلي الإجمالي وخفض عجز الموازنة مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية والتعامل مع أثار تحديات الاقتصادية جاء ذلك خلال اجتماع لاستعراض مستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2023-2024 حيث وقه مدبولي بضم قطاع السياحة إلى مبادرة دعم القطاعات الانتجية والتي تشمل حاليا قطاعية صناعة وزرعة وفي هذا الصدد تم التوافق على تخصيص عشرة مليارات جنيه لقطاع السياحة ضمن هذه المبادرة ليصل إجمالي التمويل إلى 160 مليار جنيه للقطاعات الانتجية المستهدفة استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نتائج الدراسة الاكتوارية لمنظومة تأمين الصحية الشامل التي أعدتها وزارة المالية وقال مدبولي إن الحكومة تهدف إلى استدامة منظومة تأمين الصحية الشامل وهو ما يؤكد أهمية الدراسة الاكتوارية والتي تحدد المسار الأكثر توافقا مع مستهدفات الدولة في امتداد المنظومة وتحقيق رؤية القيادة السياسية في ضغط الجدول الزمني لإنجاز المشروع عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع لمناقشة رؤية شركة المقاولون العرب للعمل خلال المرحلة المقبلة وذلك عقب صدور القرار الجمهورية بإعادة تشكيل مجلس إدارتها مؤخرا وقال رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة العمل على التوسع في أعمال الشركة ومشروعاتها خلال المرحلة المقبلة خاصة في الخارج مؤكدا أن الدولة تساند الشركة وتدرك جيدا أهميتها باعتبارها من أكبر وأعرق شركات المقاولات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في أسواق البترولة العالمية تراجعت أسعار النفط متأثرة بالأزمة التي أطلقها إفلاس بنك سيليكون فالي حيث أثرت بشكل كبير على أسعار النفط هذا وتراجعت العقود الأجلة لخامي برينت بنسبة 2.5% لتصل إلى 80.97 دولارا للبرميل كما تراجع خامو غرب تكساس الوسيطة الأمريكية بنسبة تقدر بـ 1.85% ليسجل 77.41 دولارا للبرميل وتراجعت أسعار المزوط عالميا بنسبة 2.22% لتصل إلى 2.44 دولار للتر وانخفضت كذلك أسعار الغازي الطبعية بنسبة 2.10% لتسجل 2.21 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن مبيعة السيارات الكهربائية ستواصل نموها الكبير هذا العام لتصل إلى ما يقارب خمسة السوق العالمية وأضفت الوكالة أن التوجه الحالي نحو استخدام السيارات الكهربائية سيكون له تداعيات كبيرة على قطاع الطاقة حيث سينخفض الطلب على النفط بخمسة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030 وتوقعات الطلب على النفط عام 2023 هو 101.9 مليون برميل يوميا ووفقا لهذه الدراسة بيعت أكثر من عشرة ملايين سيارة كهربائية في العالم في عام 2022 ويتوقع أن تزداد المبيعات بدرجة أكبر هذا العام بالنسبة تقدر بخمسة وثلاثين بالمئة لتبلغ 14 مليون سيارة انتهت جولتنا الاقتصادية والعودة لكم مرة أخرى سحر ودينا شكرا لك مرنا أعلنت شركة آي سبيس اليابانية الناشئة فشل محاولاتها لإنزال أول مركبة فضائية تابعة للشركة الخاصة على سطح القمر جاء ذلك بعد فقد الاتصال بالمركبة هاكتو آر ميشن وان مما دفع الشركة لاستنتاج أن المركبة ارتطمت على الأرجح بسطح القمر وقالت الشركة في بيانا أن البيانات التي تلقتها في اللحظات التي سبقت الهبوط المزمع أظهرت زيادة مطاردة في سرعة المركبة مما قاد المهندسين في مركز التحكم بالمهمة في توكيو لتقرير أنه لا يمكن تحقيق هبوط ناجح على سطح القمر قالت وكلة الهجرة التابعة للأمم المتحدة أن قاربا مطاطيا يحمل عشرات المهاجرين المتجهين إلى أوروبا انقلب قبلة سواحل ليبيا وغرق 55 شخصا على الأقل بينهم نساء وأطفال وقالت المنظمة الدولية للهجرة أن قارب كان يقل ستين مهاجرا على الأقل وانطلق من بلدة الكرة بوليلي الساحلية شرق العاصمة الليبية ترابلس مؤكدين أن قارب انقلب بعد فترة وجيزة من مغادرة الكرة بوليلي وفق البابا فرانسيس بابا الفاتيكان على السماح للنساء بالتصويت للمرة الأولى في اجتماع عالمي للأساقف من المكرر عقده في أكتوبر القادم في خطوة تاريخية قد تؤدي إلى مزيد من الشمولية في صنع القرار بالكنيسة الرومانية الكاتوليكية وكان النساء في السابق يسمح لهن بحضور اجتماعات المجمع الكنسية وهو هيئة استشارية باباوية كمستمعات دون أن يكون لهن حق التصويت هذا وقرر البابا فرانسيس إدراج من أسمتهم وثيقة للفاتيكان سبعين عضوا من غير الأساقف يمثلون مجموعات مختلفة من المؤمنين وقفة أخيرة مع أكبر طقص والأحوال الجوية مرة أخرى مرنائيها شكراً لكم صحر ودينا والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقص يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الخميس تقص الحار على القاهرة الكبرى والوجه البحرية وجنوب سيناء وشمال أصعيد مائلاً للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد كما يسود ليلاً تقص مائل للبرودة على كافة الأنحاء وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غداً على محافظات ومدن الجمهورية القاهرة العظمى 32 درجة وصغرة 18 الأسكندرية 24-16 مطروح 22-15 فرسعيد 29-16 والإسماعيلية 34-17 أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 32 درجة وصغرة 18 العريش 28-17 طابة 30-20 شرم الشيخ 33-23 والغردقة 35-22 أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 36 درجة وصغرة 22 أسوان 36-21 الوادي الجديد 35-22 شلتين 31-23 وأخيراً حلايب العظمى 27 درجة وصغرة 22 والآن نستعرض معكم درجة الحرارة المتعقى غداً في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر 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 رئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني ويؤكد تشجيع جهود إيجاد حل سياسي شامل ومستدام يحافظ على وحدة اليمن تواصل عقاد اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطنية لاستكمال تجهيزات بدء الحوار المقرر انتلاقه في سلسة من مايو ختم نشرة التاسعة ولكن هواء التاسعة مازال مستمرا مع جمانة ماهر مساء الخير أهلا بك جمانة مساء الخير دينا وساء الخير طبعا زميلة العزيزة صاحر ناجي سعيدة جدا أنا بهذه الصحبة النسائية في ستوديو التاسعة يعني النهاردة هيكون معنا فقرات مختلفة في برنامج التاسعة طبعا هنتكلم عن الاستعدادات الأخيرة للحوار الوطني طبعا قبل الجلسة الافتتاحية المقرر عقضها يوم 3 مايو هنتكلم كمان عن تفاصيل عودة جديدة لدفعة جديدة من المصريين المقيمين في السودان برا وجوا كمان هنتكلم عن الاعدادات الجديدة المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي من التوفيق المدفوع وما إلى ذلك وكمان في حصاد دراما دراما الفلاية بقى في رمضان وأفلام العيد أتمنى أن أنتم تستمتعوا صحبتنا النهار حلقة أكيد خاصة جدا وموفقة إن شاء الله يا جمالة شكرا لي مشاهدينا نبدأ مع حضرتكم فقرات برنامج التاسعة